بعكس كل السيناريوهات التي تروج الاتهامات وتدعي القيام ببطولات تتعلق بنشر التقرير النهائي للتطقيق الجنائي الذي قامت به شركة الفراز عن مرسل فإن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وبمجرد أن تسلم التقرير أحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء التي قامت بدورها بإبلاغ الوزراء بمضمونه فيما تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري تقرير التطقيق وجرى تعميمه على جميع النواب هذا التطور كذب كل المزاعم وعمليات الاستثمار السياسي التي قادتها بعض القوى السياسية واتهمت فيها وزارة المال بإخفاء التقرير أو التلاعب به التقرير مؤلف من 332 صفحة موزعة على 14 قصما وهو يمتد على الفترة الزمنية من 2015 حتى أوائل 2020 التقرير الذي ضقق في الامتثال والرقابة الداخلية في مصرف لبنان كشف مضمونه عما أسماه بالممارسات المحاسبية غير النظامية والنقص في الشفافية وضعف أليات الرقابة وظهر في مندرجات التقرير أن حاكم مصرف لبنان الصابق رياض سليمي هو صانع القرار الرئيسي مع ضوابط محدودة للغاية على سلطته واصفاً نهج سليمي بالشخصي وغير خاضع للرقابة ووفق التقرير وجدت الفارز ومارسيل دليلاً على عمولات غير مشروعة بلغ مجموعها 111 مليون دولار خلال الفترة الزمنية المحددة كما تناولت الفارز ومارسيل المعايير المحاسبية غير التقليدية لمصرف لبنان والتي سمحت للمؤسسة بنشر بياناتها المالية بشكل غير شفاف وإخفاء خسائرها التقرير قال إن البنك المركزي استخدم عدداً من الأسليب غير التقليدية لإدارة ميزانيته العمومية والحفاظ على واجهة للربحية كل عام وخصص على مدى عقود الخسائر المتراكمة على رأس ماله لحساب محدد بهدف تعوضها من خلال الإرادات المستقبلية لافتاً إلى أن المركزي أفرط في استخدام هذا الأسلوب لإخفاء خسائره الهائلة التي زادت بشكل كبير منذ عام 2016 وما بعده وبحسب مضاقيقي الحسابات انتقل مصرف لبنان من فائد في العملة الأجنبية بلغ 10.7 تريليونات ليرة لبنانية 7.2 مليار دولار في عام 2015 إلى عجز قدره 76.4 تريليون ليرة أي 50.7 مليار دولار في نهاية عام 2020 وأضاف التقرير أن هذا التدهور لم يتم الإبلاغ عنه في الميزانية العمومية لمصرف لبنان المعروضة في بياناته المالية السنوية والتي تم إعدادها باستخدام سياسات محاسبية غير تقليدية كما انتقد تقرير الفاريز ومارسيل الافتقار إلى الحكم الجيدة وترتيبات إدارة المخاطر في البونك المركزي فضلا عن دور سلامه كشخصية رئيسية في صنع القرار قائلا إنه مارس سلطة غير خاضعة للرقابة إلى حد كبير فيما كان المجلس المركزي والذي من المفترض أن يحكم مصرف لبنان ويضع السياسة النقضية له كان غير فعال إلى حد كبير كهيئة حاكمة ولم يضع أي حد لممارسة الحاكم لسلطة صنع القرار